نذهب الآن إلى الجنوب اللبناني في منطقة رميش مع زميل مصطفى عبد الفتاح مراسل القهيرة الإخبارية مصطفى كيف تبدو الصورة لديك الآن وهناك أنباء ربما عن إطلاق بعض القذائف من الجنوب اللبناني تجاه إسرائيل بالفعل يعني منذ دقائق معدودة يعني أضيقت السماء هنا في الجنوب اللبناني وتحديدا من القطاع الأوسط حيث نتواجد في بلدة رميش هذه البلدة المواجهة تماما لمنطقة الجليل الأعلى وهذه هي المنطقة التي أيضا بها عديد من الثقونات العسكرية والاستخباراتية التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي عدة رشقات صاروخية انطلقت في سماء هذه المنطقة والصورة من الخلف هي التي تزر حجم المواقع العسكرية الإسرائيلية وكانت عشرات من الصواريخ التي انطلقت من الجنوب اللبناني وتحدثت بعض وسائل الإعلام اللبنانية والعالمية عن أنها صواريخ أطلقت من الجانب الإيراني وتمر من هذه المنطقة في اتجاه منطقة الجليل الأعلى ومن ثم الدخول إلى العمق الإسرائيلي في اتجاه عدة مواقع وحسب ما صرحت بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنه صار هناك استهدافات عديدة من قبل كل هذه الصواريخ التي أطلقت سواء كانت من الجنوب اللبناني أو من خارج الأراضي اللبنانية والتي مرت على هذه المنطقة في القطاع الأوسط نتحدث عن عشرات الماضية وقبل هذه الرشقات كانت رشقات ساروخية قد انطلقت من الجنوب اللبناني في اتجاه عديد من هذه المواقع العسكرية المواجهة لهذه المنطقة أو لبلدة ترميشة مثل قاعدة تبرانيت التي تعرضت منذ أقل من ساعة لعدة رشقات ساروخية من هنا من هذه المنطقة وفي محيط هذه المنطقة أيضا بالإضافة إلى كل ما نشهده من الغارات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي وأيضا الصواريخ الاعتراضية والمنصات الدفاعية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في اتجاه هذه الرشقات في بداية الأمر كانت هناك بعض الصواريخ الاعتراضية التي انطلقت من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي لمنع هذه الرشقات ولكن على آية حال كانت الرشقات الأخيرة والتي أطلقتها بكثافة ومرت من هنا من فوق سماء بلدة ترميش لم يتم اعتراضها من قبل أي من الصواريخ الاعتراضية المشهد الذي اعتدناه كثيرا خلال هذا اليوم وخلال المشاهد السابقة لم يتم اعتراض أي من هذه الصواريخ ربما لقثرة عديها أو ربما لأن سبقها عدد آخر من الرشقات الصاروقية التي انطلقت من الجنوب اللبناني من أماكن مختلفة سواء كان ذلك من القطاع الشرقي أو القطاع الأوسط أو القطاع الغربي هذه الرشقات العدة التي انطلقت قبل هذه الكثافة التي لم نرى مثلها خلال الأيام الماضية وخلال بدء هذا التصعيد الأكبر على الجنوب اللبناني ونتحدث عن هذا التصعيد الذي كان قد شهد رشقات صاروقية أعلن عنها حزب الله في بياناتها العسكرية والتي وصلت حتى اليوم إلى حوالي عشرة بيانات عسكرية أعلن بأنه استهدف عشرة مواقع تابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي منهم بعض المواقع القريبة من هنا في الجليل الأعلى مثل مواقع في فيم وعديد من المواقع الأخرى مثل مواقع المطلة المواجه تماما لبلدة مرجعيون وقضاء مرجعيون وعدد آخر من هذه المواقع في العمق سواء كان ذلك على مستويات أو على مسافات متوسطة أو مسافات بعيدة كل هذه التنوعات التي أطلقت من الجنوب اللبناني عبر رشقات صاروقية من خلال بيانات حزب الله قال بأنه يحاول أو يرد على كل ما تقوم بقوات الاحتلال الإسرائيلي من اعتداءات وهجمات على الأراضي اللبنانية ولكن المشهد الأبرز كان خلال الدقائق الماضية وهو الرشقات الصاروقية ربما موجة غير مسبوقة من الرشقات الصاروقية التي انطلقت فوق سماء رميش والقطاع الأوسط واتجهت تصاوب الأراضي المحتلة في اتجاه المواقع التي تم تحديدها من قبل من أطلق هذه الصواريخ لتستهدف عدد من المواقع في الأراضي الفلسطينية المحتلة الخاضعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي كان هذا هو المشهد الأخير الأبرز في هذا التوقيت وسط ما تتحدث بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنها صواريخ انطلقت من إيران في إطار ما يسمى أو ما يعرف بالرد الإيراني على كل ما قامت به قوات الاحتلال من اعتداءات أولا على الأراضي اللبنانية أو على الجنوب اللبنانية وفي مواجهتها مع حزب الله وكذلك ما تم من اغتيال إسماعيل هنية منذ فترة في الأراضي الإيرانية هذا كل ما سيتضح خلال البيانات الرسمية التي ستصدر من إيران وهناك أنباء تتحدث عن أن هناك نية لدى الجانب الإيراني بأنه إذا ما تم توسيع هذه الردود من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي فبكل تأكيد سيكون لها ردة فعل من الجانب الإيراني أكبر مما يتم حاليا لذلك نحن أمام لحظات لا نستطيع أن نؤكد فيها إذا ما كانت هذه الهجمات والرشقات الصاروخية انتهت أم لا هناك تأكيدات على أنها متواصلة وسيتم تكثيف هذه الرشقات الصاروخية وفقا لبعض وسائل الإعلام العالمية والتي أكدت على أن هذه الموجة من الرشقات الصاروخية ستستمر فيما هو يعرف بالرد الإيراني وفي الداخل الإسرائيلي قالت بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن الدولة الآن أو سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحاول جاهدة من خلال دفعتها الجوية صد كل هذه الرشقات ومن المعروف عندما نتحدث عن الردود التي دائما ما تكون وفقا لما يتم أو ما تم سابقا سواء كان ذلك من حزب الله أو من الرد الإيراني السابق من أن عدد الصاروخ التي تطلق في وقت واحد تكون أعداد كبيرة وربما هي التي تحدث حالة من حالات الإرباك لدى الدفاعات الجوية الإسرائيلية ولكن هي تكهنات بأن تكون هذه الرشقات الصاروخية استطاعت تحقيق أهدفها وفقا لما جاء على بيانات غير رسمية حتى الآن في الداخل الإسرائيلي وقال أنها بالفعل بدأت في اقتصاقط وأصاب إذا كانت هذه الصاروخ أصابت بالفعل أهدفها بدقة أو على نطاق واسع والأنباء تتحدث عن أكثر من 400 صاروخ إيراني أصابوا إسرائيل بشكل شبه متزامن